طيب وبعد عدة انتكاسات في مجلس العموم البريطاني آخرها رفض دعوته الانتخابات المبكرة وفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على عدم عرقلة أي نص تشريعي يمنع قروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هل سيشكل ذلك نقطة فارقة في مصار البريكزيت؟ هذا ما سأتعرف عليه من ضيفي عبد الحميد ناهر مدير إدارة الأبحاث في أوروبيكس الكويت مساء الخير أستاذ عبد الحميد نرحب بك طيب أهلا بك بداية جونسون خسر الأغلبية البرلمانية أيضا أخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وأكد عدم ممانعته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق يرسم مصار عملية الخروج هل تتوقع أن ينتج عن ذلك تأجيل بالموعد المحدد سلفا وهو 31 من أكتوبر؟ طبعا يعتبر بوريس جونسون هو زائم المحافظين الثالث الذي يواجه المهم الصعب المتمثلة في تقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات شاهدنا يوم الثلاث منع المشرعون في المملكة المتحدة الحكومة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أيضا تلقى بوريس جونسون هزيمتين متتاليتين في مجلس العموم أمس الأربعاء أولا مع رفضهم تعودوا الاجتاءة الانتخابات تشريعية مبكرة وثانيا مشروع القانون الثاني يملح مهلا للحكومة حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي كي يوفق عليه عضاء البرلمان وإذا لم يحدث ذلك حينها سيتعين الرئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بتنبيد الخروج من الاتحاد فيما بعد ثلاث أشهر وهي ما يقارب الواحد وثلاثين من يناير من العام المقبل طيب عبد الحميد فوجئنا اليوم باستقالة شقيق بوريس جونسون جو جونسون وهو طبعا مسؤول عن حقيبة الاقتصاد وهذه صدمة كبيرة وحتى ذكر في تغريدة له على تويتر أنه كان يجد صراعا ما بين ولائه العائلي ووظيفته هل سيؤثر هذا على الأجواء أكثر في ما يتعلق بالبريكزيت؟ طبعا حاليا الأحداث السياسية نفس ما شاهدنا الخسارة المتتالية هذا كما شاهدنا مع خسارة واحد وعشرين عضون في خلال التصويت على مدى يومين الماضيين بالإضافة وزير المالية السابق بحزب المحافظين كان من المنشقين بالإضافة هناك كبار من المحافظين من حزب المحافظين قد انشقه عن بوريس جونسون فهذا لا يمنع انشقاء أخي لأن سياسة بوريس جونسون وهو أنه يخرج خارج الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تعتبر كارثة كبيرة للاقتصاد البريطاني ولذلك كهو مدير أو محافظة المالية طبعا شايف هذه الصورة على مدى أكبر فهو ضرر كبير وطبعا هذا حتى ينحل بنفسه عن هذه الكارثة التي يريد أن يتباحها أخيرا نعم طيب التحول الذي لمسناه في موقف جونسون في اللحظات الأخيرة هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيرحب به وطبعا أبدى بعد الانفتاح إلى أنه سيقبل بأي خطة يقدمها البرلمان للخروج بشكل يرضي البريطانيين طبعا هذا الترحيب يوجد وراءه خفايا كبيرة طبعا لا نظن أن يكون هناك ترحيب كبير بشكل مباشر هذا دليل كما صار مع رئيس الوزراء السابقة قال أن المسؤولين الأوروبيين أكدوا أكثر من مرة أن الاتفاقير مطروح للتغيير وهو ما فشلت به دريزامي رئيس الوزراء السابقة وأجبرت على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق البرلمان مع ثلاث محاولات سابقة فهذا مستبعد بشكل كبير إنما هذا ترحيب سوري وليس حقيقي رأي باعتقادك أنه لن لن يكون هناك في تغيير كبير بالاتفاقية الحالية الذي وافق عليها من قبل في نوفمبر الماضي لصالح رئيسة الوزراء تريزامي فلن يستطيع النجاح بروز جونسون في الحصول على اتفاق يرغب حزبه كحزب المحافظين أو صوته نحو الخروج بدون اتفاق أو بما يسمى الحدود الإرلندية والشمالية وهي الباكستوب هو ما يرغب الحصول عليه في التغيير في هذا البند تحديدا وهو لن يحصل على هذا التغيير ولكن هذا النفس ما وضحنا هذا ترحيب أوروبي سوري ولكن فعليا المسؤولين الأوروبيين لن يرضوا في تغيير أي بنود من البنود الوافق عليها بالصابق في نوفمبر 2018 هذا يعني أننا سنصل لدادلاك لنقطة لا يمكن أن تتفق فيها الأطراف المختلفة في بريطانيا على شكل القروب؟ طبعا هذا الشيء رح يكون فيه فشل كبير لأن الاتحاد الأوروبي لا يريد منح بريطانيا خروج سلس وهذا وضحوه من قبل حتى لا يكون هناك تبعات لبعض دول أخرى بالأضافة هذا كما رأينا لأنه بدأت الانتخابات في المنطقة الأوروبية أصبحت الأحزاب اليمينية تتكافر بشكل كبير وهي من أكبر المعادين لفكرة الاتحاد الأوروبي فلم يسمح له الأعباء أو المسؤولين الأوروبيين بتغيير بنود ويحصل على ما يرغب به هل يمكن أن تشرح لنا ما الذي نتوقعه من أحداث فيما خص ملف البريكزيت في الأيام المقبلة وطبعا هناك بعض الجلسات المهمة يوم الأثنين المقبل تمام حاليا شهدت بريطانيا خروج بالاتفاق هذا أمامنا سيناريوين يهل اتفاق أو تون اتفاق نعم إذا شهدت بريطانيا خروج بالاتفاق ذلك اللي يكون صفية صلاحة طبعا قد تكون حافظت على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري معها وقد تكون فترة الركود الاقتصادي محدودة مؤقتا كما يتوقع الأفسنك إنجلترا أما السيناريو الآخر في حالة الخروج بدون اتفاق ستكون مكارثة كبيرة على الاقتصاد البريطاني فالفترة القادمة يوم الأثنين بتمرير القانون الذي تصوت عليها بالأمس حاليا هذا القانون سوف يمر بشكل سلس لأن أمام بورس جونسون حاليا شيئا يأما أن يتأولى رأسة الحكومة هو تولى من رأسة الحكومة من ست أسابيع ولا يرغب بالاستقالة طبعا حتى يخسر هذه الانتخابات وهو فشل في أن يحصل على نتيجة بانتخابات تشعيع مبكرة لأنه كان يحاول لملمت حزب المحافظين بعد خصالة 21 أبو من حزبه فإذا أمامه الآن خياران أي يحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وهو شيء مستبت أن يحصل على ما يرغب به أما أن سيكون أمامه خيار ثاني وهو أن يتقدم باستقالته وهذا في تنامي حزب العمال والحصول على أغلبية في البرلمان لن يكون من صالحه الدعوة لانتخابات تشعيلة أخرى وهذا سوف يكون من صالح المعاديين لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه مع كل تأخير في الفترة القادمة لصالح التأجير أم لصالح فشل التصويتات التي تقرب حزب المحافظين للحصول عليها سيكون هذا من صالح المعاديين لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتنامي أصواتهم مما أن يدعو لاستفراء ثاني وهو على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي أنا أشكر حضرتك شكراً جزيلاً ضيفي من الكويت الأستاذ عبد الحميد مهر مدير إدارة الأبحاث في أوربيكس موسيقى